بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقطعنا اليوم عن كتالوج السيارة أحد المتابعين يكلمني عن كتالوج اللي فيه الأرقام السرية للباب فحبيت أعرض الكتالوج اللي جاي مع سيارة قاملة هذا طبعا الشانطة حكيت رأي أعرض اللي داخلة بسم الله هذه الكتيبات اللي موجودة هذا الكتالوج لقصده أنا هذا رح نخلي آخر شي دعنا نعرض اللي داخل أول هذا طبعا تتكلم عن الفحمات والقمشة وركزوا هنا بعضهم أحد المتابعين سألني عن نوع الزيت حق السيارة طبعا هذا نوع الزيوت في حق الماكينة وفي حق القير الزيت اللي استخدمه عن حق الماكينة هذا هو شفي ذا واضحة 5W 30 هذا الموصر بها شركة فورد 5W 30 طبعا في 5W 20 وفي 15W 40 بس الماكينة مسجل هذو 5W 30 حتى الغاطة الموجودة على رأس الماكينة لنغير مكان الزيت مسجل كذلك 5W 30 30 وهذا الثبات على الطريق له هذا نظام للانزلاق هذا نظام للانزلاق صراحة نجربت طبعا دائما نشقاله هو على طول ما ادري كيف يطفي لو قتها طفي بس الافضل ما طفي والله صراحة ننسفت منه يومنا مطار مرد في منعطف وكلها ماء وزلقت والله على السيارة بس الكميوتر يشوف ان فيه كفرين او كفر واحد سرعتها اكثر من البقية يعني مثلا لو قلنا الكفرات سرعتهم مثلا اربعين هذا كمثال لو قلنا الكفرات سرعتها اربعين وفيه كفر واحد منهم ماشي خمسين سرعتها او ستين راح يثبت السيارة راح يثبت الكفرات بحيث انك ما تنزلك يمسكهم كلهم يوحد السرعة على سرعة اربعين اذا شوف ان فيه كفر دوران مختلف عن البقية راح يثبت على السرعة كلها يوحدها كلها علشان يثبت السيارة على الطريق ويمنع الانزلاق السيارة هذا مناتر نظام الانزلاق شوف اللي بعده هذا كتاب ثاني بعدها هذا لمبتت تواير اذا كان انك الكفر خاف الهواء راح تولى انك اللمبة وهذه لمبتت الماكينة وهذه لمبة ما ادري ما بوضها عندي انا ما بوضها عندي كل واحدة امرك يوم لها بحيث انك ترجع لها بعدين طبعا تختلف بعض الموديلات مثل 2010 تقريبا 2010 2009 لو تلاحظ الفارق هنا لاحظ هنا عندي ذيل فاضين ما في شيء لان هنا موجودة زرار حق الاعدادات الطابلون الساعة انا موجودة اين انا موجودة هنا في حزر اما بعض السيارات مثل تقريبا 2010 لا يجوين هنا هنا يجوين هاق الاعدادات وضبط الساعة اخر شيء الكتايد بالنسبة لي انا اهم شيء في كتالوجات عندي هالكتايد اخو الم هي المعلومات الموجودة والمهمة من الصدام للصدام هنا يحدد لك هذا ارقام الصفحات شيء الاشياء اللي تحتاجها من العنوار من النقفال والسكرتاب من الفتيح من الفيوزات من الفيوزات لطارات هذا اهم كتاب عندي اذا صارت لي مشكلة ارجع لها هذا الدراكسون احيانا دراكسون يكون لاصق على الرجل ما قدر حتى ترفع رجلك فش تسوي في زر تحت هنا هذا الزر قدر نزل تحت خلاص احيان تتحكم في ترجي النزلة قدر ترجي و تمازلها شو الوضع يلا تبقاها بعدين قفلها لا تنسي نقفلها و لازم اضطيق خلاص كده نحين ثابت تقدر حين تخضرها حتك لا بقيت بعض السيارات طبعا هذه اللي يسمونها الدواسة اذا بترجع السيارة بعضها مصير متحرك هذي هذا الدواسة بعض السيارة فيها لما تفتح الباب تماتكيا تنزل وتقدر تصاد عليها بعض السيارات مثل السيارة لا ترى ما فيها هذي ان ليه ثابته بس دواسة ثابته هذي تنزل مع فتح الباب ولسكرت الباب ترجع ثانية وهذي السيارة الوسطي يعلمك ان تقدر وقت السفر الأهل مسافة الطريقة وقت السيارة يستطيع ان نسيارة الوسط وان شاء الله بنزل مقطع حق السيارة هذا وهذا حق لزرار الباب لاحظ ان الزر الواحد في رقمين بس عشان ما تضيع الزر واحد واحد اثنين والزر الثاني ثلاثة اربعة والزر الثالث خمسة ستة سابع ثمانية تسع عشرة اللي واحد اثنين عبارة عن زر واحد يعني يمكن هو واحد واحد يمكن تضغط ان يكون اثنين اثنين فما بشطة ما تضغط على الثنين يطلع هو اثنين لا يطلع واحد لان الزر هو عبارة عن زر واحد بس بس عشان ما نضيع هنا في الرقم السرية ممكن نحطى الرقم السرية من عندنا طيب يعني مثلا تسعة خمسة اربعة ثلاثة اثنين مثلا عشان ما اضيع لرقم كلة الشابة احطلك كل زر في رقمين على اساس ان في رقمين ولا هو رقم واحد يعني واحد اثنين عبارة عن رقم بس وثلاثة اربعة عبارة عن رقم بس وهكذا فضحك تسخي لنا سيارة ان شاء الله نازل ما قطع لنا سيارة هنا في شيء انا استغرب من يوم وديت السيارة المقسلة العام الموجود صدح للسيت بحث تتصاوي الارضية قاملة ولا كأنه في سيتة راقي عن الثاني فخليتها يعلمني الصراع لانه ما دخلت على الكتاب على طول هنا يوم شرت السيارة الارباق هاد حق السحب السيارة اذا كان انك عربها خلفية هاد حق الدف الرباعي الفقيل والخفيف طبعا هو موجود على الاوتو سيارتي دايركت على الاوتو مجرد انها اتجاوز سرعة الخمسين او الستين تقريبا ظهر انه ستين كيلو يفصل الدبل ويصير دفع خلفي لانه من اول ما تشغل السيارة هي على الدبل اطول على الدبل في القرى في الماكن الصغيرة دائما على الدبل دائما انك تمشي اقل من ستين على الدبل بس توصل الى ستين كيلو السرعة ستين راه يتحول من الدبل الى الدفع الرباعي عفوا ان الدفع خلفي يعني كفر الوري يشتغلون وهذه مشكلة المشكلة لو بعض الاحيان طبعا بعض الاحيان لما تشغل السيارة ما تشتغل صار خلل لانك في ضرمة البنزين فصل الكهربعا ارتفع ارتفع حرارة ترمبا صار في مشكلة لا سمح الله راح تنفجر عاود تحترق فالكمتر يفصل على طول مثل البيوت اذا عندك الطابلون العداد القاطع لما يصير في شورت يفصل هذا ايضا يفصل فعش ترجع الكهربعا بحق الترمبا تضغط عليها وراح تتوصل وهذا مكانها هذا مكان شو هنا عند الراكل ترجع الكهربعا بحق الترمبا وراح ترجع الكهربعا بحق الترمبا صفحات اللي مسجل عليها ترجمات وش نصير اسراء علي هذا الشرح سريع بس وهذا الزيت شبه هنا مكتوب هنا شبه مكتوب هنا 5W20 وفي هنا الثاني اللي هو هذا حق الماكينة 5W30 مكتوب هنا انجينز يعني مقاين من سيارة لسيارة ممكن تختلف الأرقام وهذا حق الفوزات طبعا هذي العلبة الكبيرة تحت الكبوت يام الماكينة وفي علبة داخلية اللي يصير تحت اللي يصير تحت هنا الارقام السريع عند البوابة اللي حق في الباب الارقام السريع الازرار راح تحصل له هنا شو هذا مكانه تحت الدركسون الارقام السريع وان يصير السير هنا على الظهر على طول هنا لون رمادي وهذا موضوعنا وعندك هذا يجب عدويا هذا الكارت هذا الارقام السريع حق الباب اللي يفتح ويقفل الباب هذا ولو ضيع عليك الكارت تشوفون مكانها بالمقطع اللي راح نزل لكم في الوصف ان شاء الله الرابط موجود نفس المكان هذا الأول مكان عندك الكتالوج ولا البطاقة راح تحصلها محل ما قلت لكم وبتشوفون بالتفصيل في نفس الرابط تحت منزل خاص حق اللي يضاي عليه الكارت وين وبعد وين مكان الارقام السريع هو يبقى له تركيز بس انه صعب لو كان لونه أبيض كان أسهل بس لونه رمادي يعني بقى له تركيز مراية يعني بلا تركيز يعني بس ولا موجودة ان شاء الله هي أنا سابقا كنت لقيتها وبعد كم من سنة يوم جيت بنزل المقطع ما قد اللي تب لازم نسيتها ليش لانا ما بواضحة بعدين ذكرت مكانها وزين من اللي لقيتها بعد هذا أنا أعرف مكانها ونسيتها بعد فكيف الجديد اللي توا بيظهر للرقم ولا يشوفها بس بقالها صبر اخذ الامرأة يمين وسط يسار ليه نتحصلها وان شاء الله موجودة لنقطع المقاطع اللي أنا تابعها ان شاء الله موجودة سمحنا طولنا عليكم المقطع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته